الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وانيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوبهم مصودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفاذتهم لا يمسهم الصوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمرون أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لعملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة قبضته يوم القيامة والسماوات مقويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون سبحانه وتعالى عما يجرم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها هدحت أبوابها وقال لهم خزنتها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبت فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول قولك جهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يربون أصواتهم عند رسول الله أولئك أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوا لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسقوا بنبه فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو رطيعكم في كثير من الأمر لعربتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والكثوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قد تدلوا فأصرحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئة إلى أمر الله فإن فاءت فأصرحوا بينهما بالعدل وأقصقوا إن الله يحب المقصقين الله سمع الله لمن حميدا اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر اللهم أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيل إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نفاء من نفاء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إفن ولا تجسسوا ولا يرتب بعضكم بعضا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله غفور رحيم والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله خبير بما تعملون والله خبير بما تعملون الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ملك يوم الدين يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويسألونك عن الجبال ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذله الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك أنا تجوع فيها ولا تعريق وأنك لا تضمع فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكنا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى الله أكبر اشتركوا في القناة الله لمن حميد الله أكبر ما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد رب قبل تروع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهي لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربصوا فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدا الله أكبر سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حميده سمع الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمد الحمد لله لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله على نيته وسره اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا باقيا مع بقائك ولك الحمد حمدا دائما لا منتهى له دون مشيئتك لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمان والأهل والمعافاة ولك الحمد بأن بلغتنا شهر رمضان سبحان من لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالته الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادف ولا الدهور يعلم مثاقين الجبال ومكاين البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا يناه ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا أسرع الحاسبين يا أجود الأجودين يا من عند قلوب المنكسرين يا من يجيب دعوة المضطرين إرحمنا أرحم جميع المذنبين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا اللهم فيما عطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا رحمن يا رحيم اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فعفو عنا يا كريم عفوك يا عفو عفوك في المح يا عفوك وفي الممات عفوك وفي القبور عفوك وعند الصراط عفوك وعند النشور عفوك وعند تطاير السحف عفوك وفي كل عفوك اللهم يمن كتابنا اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وثبت أقدامنا على الصراط وثبت أقدامنا على الصراط اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إنا نسألك مرافقة نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة خلد اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا من النار اللهم أعتقنا من النار هذه الليلة قلت وقولك الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا يا رب العالمين جئنا كتائبين ذئلين خاضعين فلا تردنا خائبين يا رب العالمين اللهم اجعل آخرك لا منا لا إله إلا الله اللهم ثبتنا به حتى نلقاك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد حبيبك اللهم ارزقنا موتا في بلد رسولك اللهم ارزقنا دفن البقيع يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعطوا عنا وعطوا عنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا تآخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم أنصر المظلومين في كل مكان اللهم أنجل المستضعفين في كل مكان اللهم أنصر المرابطين في كل مكان اللهم أنصر إخواننا في بلاد القدس اللهم أنصر إخواننا في بيت المقدس وأكنافه اللهم أنجل المستضعفين في فلسطين اللهم إنك ترى ما نزل بالمسلمين في غزة من الأحوال اللهم يا ذا الجلال والعزة ويا ذا الجبهوت والعزة اللهم أعز أهل غزة اللهم أعز أهل غزة اللهم أنزل عليهم ملائكتك الكرام يا قوي يا عزيز اللهم انصرهم اللهم وحهد صفوفهم اللهم ثبت كلمتهم اللهم ثبت قلوبهم اللهم أطعم جاعيهم وداوي مريضهم وجريحهم اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حقهم اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك اللهم طهر المسجد الأقصى من الغاسبين اللهم أغف المسجد الأقصى اللهم طهر المسجد الأقصى من الغاسبين اللهم عليك بالظالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم ألنا فينا اللهم ألنا فيهم عجائب قدرتك اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وزلزلهم ومزق جمعهم وشتد شملهم وخرب بيوتهم وأنزل عليهم بأسك الشديد الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم لا تصرف هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وعمل مقبول وتجارة لن تبور اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم كما نصرت نبيك في بدر وأخذ انصر إخواننا في فلسطين اللهم كما نصرت نبيك في بدر في شهر رمضان انصر إخواننا في غزة في شهر رمضان رب لا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر اشتركوا في القناة